وصفة اليوم وصفة اقتصادية جدا تلات كبيات دي بس هتعمل الجمال ده تقدر تستخدمها في الفطار في العشب تبقى حكاية حقيقة وكمان ما بتاخدش وقت معنا وطبقات رهيبة شايفة تقولي كده ان انت حاجة متعوب عليها وهو وفرد وتاني لكن لا خالص دي بتتعامل بطريقة سهلة جدا بدون ادنى مجهود وقبل ما نقول عمل وصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني تخلي القناة وكايم المحتوى لو عجبك اعمل اشتراك فعل الجرس على الكل تنوصلك كل جديد يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا وصفة النهاردة ازاي معي كوبية من الحليب اي كوبية موجودة عندك المهم استخدامي كوبية واحدة لجميع المقادير بعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر هدى وبقى السكر مع الحليب الوصفة ديت عندي مهم فيها جدا نوع دقيق لازم تستخدمي دقيق يكون قوي دقيق فعر اللي هو بتاع الفطاير آآ بعد كده نزلت هنا تلات اكواب من الدقيق آآ وعليهم معلقة صغيرة من الملح ودي معلقة صغيرة من الباكينج بوضر انا بستخدمها دقيق آآ زمزم او 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 الدهاء الانواع دي حلوة جدا في الفطاير انا مجربها دول في الفطاير في اي انواع فطير ما بيقطعش آآ بتفرد معاك كده بكل سهولة العجينة ما تموتش وترجع تاني لا العجينة بتاعتها بتطلع حلوة او اضماني اي فطير بتعمليها بسواء بزمزل او خمس آآ نجوم اللي هو فايف ستار. عجنت العجينة معانا بالشكل دوات يدوبك التلات اكواب اخدوا هي كوباية آآ الحليب اللي انا حطتها. كتل العجينة كده معانا مسبوطة جدا. لو بتعجيني على ايدك عجيني كده حوالي عشرة دقيقة لان برضو زائد نوعية الدقيق آآ فترة العجن. عجيني عشرة دقيقة على ايدك لغاية ما العجينة بتاعتك تنعم وتبقى عاملة زي الاسك زي ما انت شفتها كده بالشكل دوات. وكمان فترة الروح. انا دقيت سبتها تريح. آآ حوالي كده هو ربع ساعة رياحت معايا العجينة. لو عايزة اكتر قدامك فترة انت تريحها اكتر رياحها اكتر كل ما بتريحيها كل ما العجينة بتاعتنا بتفرد. وآآ بتبقى جميلة جدا في الفرد ومتقطعش كمان معانا. وطبعا غطيتها بطبقة من الزيت زي ما انتم شفتوا كده هو. بعد كده جدت العجينة فردتها على الدقيق. وبتديت افردها كده بالشكل ده شايفين العجينة معايا حلوة ازاي ومش بتقطع. وبتمط معايا بكل سهولة ما بترجعش التاني. لكن اي نوعية من الدقيق كده بتلاقيها ساعات العجينة تفرديها تروح راجعة تاني تمط معايا كده. فدي نوعية مش كويسة ومش هتفرد معاك ومش هتديك النتيجة اللي انتم شفتيها دي. جبت بقى هنا معايا زبدة او سمنة الموجودة عندك انا هنا مستخدمة زبدة. وابتديت فردت طبقة كده هوت على العجينة زي ما انتم شفتي كده هوت. وبطبق كده هوت من ناحيتين ناحية مرة من هنا ومرة من هنا. فبقى كده عليكي النوعية الديق مهمة جدا في الوصفة بتاعتنا. زي ما انتم شايفة كده هوت بطبق كده هوت. بعد كده بحطي برضو الزبدة في الطبقتين دول اللي هم الاخرى اللي احنا هنطبقهم على بعض. عايزة كل رقب يتطبق يبقى برضو في زبدة. لان ده بيبقى سبب التوريق بتاعنا. وابتدي بقى ايه? هقسم العجينة كده من نص. اهو بالشكل دوت كده هوت. زبط العجينة بتاعتك واسمها بالنص بالزبط. هبتدي بقى الف العجينة رول. ابتدي رول كده هوت من الجنب دوت. واكمل الرول. اهو كده. ونزبط الرول بتاعنا. اهو. وهسيها بقى تستريح مرة كمان. عشر دقيقة كمان راحة وهنغطيها علشان ما تنشفش. وهبتدي اخد آآ الجزء التاني آآ برضو هعملو بنفس الطريقة. غطيتها هنا بالكيس بلاستيك. ودي الجزء التاني برضو بنفس الطريقة برضو بنعملو. بقسم كده بالنشابة كده هوت ويريد تكون مزبوطة جدا عشان تطلع الفيسرة بتاعتنا شكلها حلو. اهو الرول بتاعنا كده بنفس الشكل. حقيقة بتاخدش في قدنا وقت خالص وسهلة جدا آآ بدون تاع بدون مجهوت لقي نفسك عملت كده الفترتين آآ فطرت الولاد او عشتيهم بتبقى جميلة جدا. بحاجة كده مش مكلفة. هسيبها زي ما قلتك تستريح كده حوالي عشرة دقيق عشان تفرد معي بكل سهولة. وده كله بيكون برضو نتيجة الدقيق. بقى كده عليك جدا نتيجة الدقيق. هبتدي بقى اخد آآ اول واحدة انا فردتها. واجيب برضو كده رشة من الدقيق. رشة كده بسيطة. وبتدي افرد العجينة من فوق وتحت. انه تفرديش آآ آآ فوق بس او تحت بس. لأ من جميع الجهات. شمل ويمين وفوق وتحت. عشان تطلع معي مزبوطة ويبقى الصمك بتاعها واحد. بالشكل دوت. بصي شكلها جميل جدا. نجيب بقى الصينية مدهنها بالمادة الدهنية. سواء زبدة او سمنة. ونحط فيها الفتيرة بتاعتنا. بالشكل دوت. هسيبها بقى تستريح. يعني بعد اما بافردها بسيبها بقى تستريح حبة كمان. اللي انا بدهنه بقى على وش دوت آآ ده صفار بيدة وعليها معلقة من الحليب. واخدت برضو كده معلقة من السمنة. يعني الفرشة كان ما كانها سمنة. وحطتها على الحليب بسفار البيت. وحطت هنا حبة البركة. وسمسم. هبتدي بقى سيبها كده هو تريح كده حوالي عشر دقيقة تانية. عقبال بس مفرد الفتيرة التانية. يعني مشان دخلها الفرن على تون نستنى كده شوية. آآ بالنسبة بقى للتسوية بتاعتها بدخلها الفرن على درجة حرارة متين في الرف اللي هو بيكون قريب من النار. آآ ما بتاخدش كده بتاع اتنشر دقيقة وتلاقي الفطيرة بتاعتك بقى التحفة ونفشت كده وبقى شكلها جميلة. بصي شكل الفطيرة بتاعتنا عاملة ازاي? ده ياري بقى الصانية كده في نص الوقت عشان تاخد تسوية واحدة. شايفة اللونه وجماله رهيبة جدا يا جماعة. ما اخدتش وقت خالص بدون تخمير بدون اي حاجة خالص. يدبك بس كده بتستريح عشان تفرد معنى. وكل ما يكون بتاعك حلو. كل ما تلاقيها آآ ما اخدتش وقت في الانتي فطلات الراحة دي بتلاقيها كده وكده خمس زائق ويطلع معاك بالجمال دوت. شايفة الطباقات بتاعتنا? رهيبة. اكنك حقيقي محترفة. مش هتسدى ان انت عملت الجمال دوت. وبدون ادنى مجهود زي ما قلت لك. بصي. جميلة. الوصفة تستاهل. عايزة لكات كتير جدا. من السنية الدعمة منكو. يلا الموجود معايا لغاية دلوقتي يدوس لايك ويقول لي بيتابعني من اين. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصفة عجبتك وحبت فيدي حبايبك واصحابك وقرايبك. اعملي لايك وعملي شير للوصفة. لو انتو مش مشتركة واو مرة تشوفين اعمل اشتراك فعل الجرس عالكل. لانوصلك كل جديد. من الوصفة تعجبكم وتنفزوها وتقولي رأيكم في التعليقات. وقلقاكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.